صار لي موقف جميل صراحة أثر في قلبي كثير كنت يوم من الأيام ألقي محاضرة في جامعة الأمير السلطان عندنا في مكة فتكلمت عن الاستغفار فلما انتهيت من الكلمة وجيت خارج مع باب الجامع ادبي رجل يناديني يا شيخ الدرحمن التفت إن الرجل ما أعرفه لكن سبحان الله أول ما رأيت الرجل يا أخي حبيتك في الله كذا قال لي يا شيخ الدرحمن أقول لك حاجة عني قولها للناس ونقولها والله ما أقولها رياء ولا سمعة لكن أنا وجدت الأثر في الاستغفار قال أنا أستغفر الله قرابة في اليوم كم تتوقع والله أني أنقل كما قال الرجل يقول قرابة ثلاثين ألف مرة أذكر الله سبحانه ومشاهده لما قل لي هذا الكلام سألته سؤال وجواب لي جواب والله دمعت منها عيني قل طيب يا حبيبي أنت ما شاء الله إنسان تذكر الله ولسانك رطب بذكر الله سبحانه ومشاهده قلت له إيش حصلت من الاستغفار إيش وجدت أثر الاستغفار في حياتك جميل سؤالك ترى في محلة تعرفون إيش قل لي قل لي هذا الرجل والله ما رفعت يدي أطلب الله حاجة إلا قضى الله حاجة لا إله إلا الله إلا أعطان الله سبحانه وتعالى سؤالي هذا أرسل لسالة لكل من يسمعني اللي مديون اللي يريد الزواج اللي يبحث عن الوظيفة اللي مهموم اللي يبغى السعادة اللي يبغى الراحة جرب بلان وانت في بيتك وانت في سيارتك وانت مكان أملك واستغفر 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 اللي يبغى الراحة